بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا اتفقنا ان اعظم حاجة ممكن نبنيها هو بناء الانسان وخلاص بمعروف ان يوم الاثنين بنحاول بقدر الامكان ان احنا نشارك في هذا البناء ان الواحد يكون سعى ان ابنه يكون افضل ان جيل بحاله يكون اكثر تنورا واكثر تفتحا واكثر ايجابية واكثر انتاجا واكثر كمان قربة من الله ده يبقى هو ده اللي ممكن نذكر به ممكن ده يكون هو الصدقة الجارية اللي احنا ممكن نعيش بها وعشان كده بناء الانسان وتربية الانسان والشعار اللي عندنا ان احنا لابد ان نبني الانسان حتى نستطيع ان نحيا سعداء بالعمران فلازم نعمر الانسان كما نعمر البنيان وعشان كده احنا ماشيين في هذا الاتجاه اللي احنا بنمشي فيه خطوة خطوة وانا بعتباري اب بتعامل مع حضراتكم على ان احنا قاعدين على ترابيزة واحدة بنتكلم بنتناقش وبنكون في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده في اول اي عملية بناء للانسان لازم نسلم على حضرة النبي عشان يكون حاضر معانا واحنا بنتكلم في عز حاجة عندنا اللي محتاجين المدد والبركة فيها تعالوا نقول احنا هنتكلم عن ايه النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا انا واحد اتخرج من الجامعة ولما اتخرج من الجامعة حاسس انه هو مالوش اهمية مالوش لازمة حاسس انه هو ايه اللي يعني هو يضيفه في الحياة فانا لما شفته مش بس حزنت لكن قررت ان انا اساهم ومعاكم نساهم ان ده ما يتكررش مرة تانية ما يتكررش مرة تانية ازاي لما ناخد قرار ان احنا الرب اولادنا على ان هم يكونوا قيمة مضافة يعني ايه اولادنا يكونوا قيمة مضافة ان كل واحد فيهم يكون نعمة من نعم ربنا على اهله على اللي حواليه مش لازم معنا ان هو يبقى قيمة مضافة ان هو لازم يكون عبقري او يبقى حاجة ما حصلتش بس يكون عارف ايه دوره وبيبذل كل جهده ان هو يقديه بشكل صحيح وعارف هويته عارف كل الكلام ده طب انا ليه ليه بيتكلم ده عشان انا بسمع كتير عبارة ان الجيل ده جيل سطحي وهايف وما عندوش هدف في الحياة طب ينفع ان احنا نقول كده الكلام ده ما يرضيش ربنا على فكرة واقولكم حاجة كمان انا بقول لكم وان عارف وقريب من جيل ده والكلام ده من صحيح من صحيح يعني ايه لما اقول على جيل كله بهذه الطريقة كلام ده من صحيح وانا بتدايق كتير من المربين جدا لما يحسوا ان ولادهم مش بيعبروا عن نفسهم او ما عندهمش حافظ لهدف معين نفسهم يحققوا وبقى ايه اللي حاصل وبقى ايه اللي لاحظ ومش بس باللاحظ والأبحاث بتقول ان كتير كمان في الوقت ده انتشار القلق والاقتئاب في ولادنا لغاية ما نزل الاقتئاب والقلق لسنوات من بداية الحياة اربع سنين وخمس سنين وبينت بعض الدراسات ان سبب مهم من الاسباب المهمة في ضعف فعالية الانسان وضعف فعالية ذاته ان هو بيكون مرهونة بتصورات عن نفسهم ومهاراتهم وقدرتهم وتأثيرهم في الحياة وماذا ادرككم ان هما شخصيات ممكن تكون قيمة مضافة لو هما ما عندهمش ده ما بيقدروش يكونوا هذا الانسان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اشعل في قلبي هذا المعنى التربوي ان احنا نتكلم فيه مع بعض ما كنتش انا حاسس بهذا ولكن في الاعادة احلل سنة رسول الله عليه وسلم وخاصة السيرة ازاي كان بيتعامل صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وخاصة بعد كده ازاي ما عنبين ازاي كان بيتكلم بيتعامل كمان مع اولاده الصغار الصغار وكي ان رسول الله دي احد عاداته الدائمة ان هو يعمل ايه ان حضرت النبي يبين القيمة المضافة لكل واحد من اصحابه فكان حريص حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي يبين ان اصحابه كل واحد فيه مقيمة مضافة ايه ده ده المفروض لما الشمس تطلع الشمس ايه حضرت النبي ده الشمس والقمر مع بعض يعني حضرت النبي لما يكون موجود خلينا نتكلم بعقل الناس اللي موجودين دلوقتي هو ابني يكون ظاهر ليه وانا موجود انا بدل انه موجود يبقى ابني يختفي بس حضرت النبي ما عملتش كده مع الصحابة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيبرز الصحابة لدرجة ابرزه للصحابة يقول ايه شوف الكلام اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ثم بعد ذلك وبين القيمة المضافة لكل واحد من الصحابة وكأن اللي انا اقوله دلوقتي هو تفسير بايهم اقتديتم اهتديتم عندنا سيدنا ابو بكر الصديق عندنا سيدنا عمر الفاروق فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ارأف امتي بامتي ابو بكر ادهو ميزة سيدنا ابو بكر وليزاك اللي حاصل مين اللي يتولى بعد من ارسله الله رحمة للعالمين سيدنا ابو بكر قال واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي وافردهم زيد بن ثابت واقرأهم ابي واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح يعني ايه كل واحد من الصحابة كان عن حضرت النبي بيعلمنا منهج ترجمة نانسي قنقر